موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت مكدونلز توظف المراهقين من خلال سناب شات قامت مكدونلز بالاعتماد على تطبيق سناب شات في توظيف العديد من الشباب خلال فترة الصيف وأطلقت مكدونلز أداد التوظيف الخاصة بها اسم سناب لكاتيو حيث يمكن لمستخدم سناب شات مشاهدة فيديو لمدة عشر ثوان حول كم هو عظيم العمل في مكدونلز صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت فرنسا تخطط لإطلاق قطارات ذاتية القيادة بحلول 2023 أعلنت شركة سي ان سي اف الوطنية لسكك الحديدية المملوكة للحكومة الفرنسية عن تطوير ونشر قطارات ذاتية القيادة تعمل على طول خطوطها فائقة السرعة تي جي في بحلول عام 2023 وستحمل تلك القطارات المتطورة اسم درون ترينز ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية لها في عام 2019 صحيفة القدس عنوانت اليوم نهاية العالم قريبة جدا حسب نظرية روسية قال علمان روسيان أن نهاية العالم باتت قريبة وذلك بسبب حقيقة أن الشمس سوف تتوقف عن إصدار الطاقة وتبرد وأوضح العلماء أنه تم اختفاء البقع من الشمس ما يدل على أنها سوف تتوقف عن الإشعاع وإصدار الطاقة وهذا بدوره سيؤدي إلى تجمد الكرة الأرضية أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنوانت علماء محو الذكريات المؤلمة بات ممكنا اكتشف باحثون من جامعة بنسلفينيا إنزيما في المخ يمثل عنصرا محوريا بالغ الأهمية في تخزين الذكريات على المدى الطويل وفي حين أن ذلك الأنزيم لم تجرى دراسته حتى الآن إلا على الفئران فإن الباحثين متفائلون أنه يمكن استخدامه مستقبلا لمحو الذكريات المؤلمة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة وأخيرا صحيفة القبس الكويتية عنوانت العثور على عظام ديناصور عاش في إسبانيا اكتشفت بقايا ديناصور يبلغ طوله عشرين مترا بالقرب من مدينة موريا بمقاطعة كاستيون شرق إسبانيا ووجد علماء الحفريات اثنين من عظام الفخد وأحد عظام الجمجمة وأجزاء أخرى من الأطراف وفقرة من الذيل ويعتقد الباحثون بأن هذه البقايا تعود لديناصوري سوربودا أو ربما ديناصوري براكيوسوريس ترجمة نانسي قنقر